كيف بعد ما صار هذا الاختحام لشأتك وزوجتك وأبنائك يعني كيف صاروا الجيران ينظروا لك يعني حسيت أنت هلأ فيه يعني آسف منك فيه نوع من الإهانة فيه نوع من الإساءة أنت عم تشعر أنك 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 يعني آسف كأنك مجرم كأنك مدان عم يتعاملوا معك يعني أفضل من هذه التفاقل من هلأففاظ يعني شيء أنا مش عايزة يعني تكلم بصراحة المسلمين أكثر من غير المسلمين كمان كيف يعني مثلا شو صار ينظروا لك يعني أنا من وجهة نظري أننا الموضوع ده كشف لي على أمور كثيرة جدا مثل وخاصة في المسلمين أولا كشف لي على ضعف ووهن المسلمين أن المسلمين غثاء كغثاء السيلة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قيمة لهم ولا وزن وقيمتهم ووزنهم من تمسكهم بكتابك يعني حسين صافيبين عم بتشفى فيك بعد الشيء اللي حصل فالناس عندي أو في هذا الحدث أنا بتكلم عن المسلمين نعم نعم طبعا غير المسلمين يعني غير معنى خلهم معنى يعني في هذا الوقت يعني نعم المسلمين يعني بالنسبة لي يعني رأيتهم يعني على أربعة أقسام أو ثلاثة أقسام القسم الأول كان قسم يعني هذا الأمر يعني أثر فيه نفسيا وكان معك قلبا وقالبا وكان في كل الخطوات معك ويعني يعني يساندك معنويا ونفسيا وكل شيء وهم قلة قلة جدا نعم قلة قلة جدا والقسم الأعظم الذين يؤكلونك ويشاربونك ويحاضرون جلساتك ويعني ويستمعون إلى خطبك وإلى مواعزك وكأن الأمر بالنسبة لهم يعني إذا تحدثوا فيه ذهبوا جميعا إلى الجحيم فهم كفوا على الأمر لدرجة أنهم يعني فيك ناس كثير جدا حتى ما يسألونك تعملتني ولا ما عملت شيء والمسجد من غير إمام يعني المسجد حتى يومنا هذا من غير إمام نعم والقسم الثالث والقسم الثالث يعني ربما يقول يعني زي يعني أقول إيه كالمنافقون إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم طيب سؤال معالجي شيخ محمد في شي جهات خلينا نقول يعني رسمية أو شبيهة بالرسمية يعني محسوبة على الجالية الإسلامية في النمسا الجالية العربية حابة تتواصل معك تتفهم منها كل الأمر إطلاقا حتى ما فيش واحد من أعضاء مجلس ما يسمى يعني مجالس المحلية والمجالس اللي احنا بشوفهم ساعة الانتخابات يأتونا إلينا في المساجد ونحن وندافع عن الإسلام وندافع عن المسلمين يمكن لو واحد منهم يعني أنا أعرف بعضهم يمكن لو رأاني في الطريق وربما رأيت بعضهم في الطريق لا يوقع عليه السلام خوفا أن يعني صرت أنت آسف صرت نكرة بالنسبة ليهم لا مش نكرة يعني هم ينظروا على أنك إنت شيء سيء لا أبقوا سيء هو يعني خايف من الضبتك من الميديا حتى لو صلى معك في المسجد اللي كان يأتي إليك ويقصلك بالأحضان ومش عارفه كلام من ده يعني يحذر أن يراه أحد معك ترجمة نانسي قنقر